السلام عليكم كديرين لبس عليكم تمنىكم تكونوا في احسن الاحوال يا ربي يوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد طرطة صارة حليك تجي رائعة وسهلة انا غدر مدون ان شاء الله بالمقادر كيف تشوفوا معي عندي خمسة ديال البيضات ساشية ديال فاني ساشية ديال الخميرة ديال 15 القرام معلقة ديال كاكاو كاس ديال السقر ساندة كاس الزيس كاس ديال الحليب وعندي ثلاثة كيسان ديال طحين سافيه نايا كنناخد هاد البول اللي كندير فيه خمسة ديال البيضات مع ساشية ديال فاني وحلق بيه ستعى الملحة وغندير كاس ديال السقر ساندة وغنطربه مزيان ومن البعض غدا نزيد عليها كاس ديال الزيس غدا نبدأ نخوي شوية بشوية وأنا كنطرب كيف غدا تشوفوا معايا في الفيديو وغنزيد عليها كاس ديال الحليب مع طقيق وشية ديال الخميرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك كيف تشوفوا معايا بعد ما خلط الخالي الديال نمزيين خليت هناك واحد البول الصغير لغدا ندير فيه قل من نص ديال الكمية قل ندير واحد المعلقة ديال كاكاو اللي غدا نغرب لوها بطبيعة الحال بيش كيحيضوا إذا من هدك الحبيبات ودك الشيك يكون فيه صافي وغدا نخلطها هناك دارو لي جوج ديال الجين وازلي بالشكولات ثلاثة سوف نخرج العجين البيضاء انا سوف نضع هنا خمسة يبقى كل واحد الخسير دياله وزدت هنا واحد مع القديل الحليب لتخفف لي الخارط لكي يجيني بحاله بحال الخارط البيض زدت مع القديل القاكاو وزدت لي مع القديل الحليب سوف يصبح حدنا الخارط على هات الشكل كنناخد هنا واحد الزلافات اللي كنقسمه فيهم انا هنا غد ندير ثلاثة كيف قلت لكم بيضين غنخليهم مفلونه بالنكهة ديالفاني وغدن ناخد جوج بشكلات حيث انها هات الطرطة بغيت تجيني شوية عالية وبغيت ندير فيها خمسة داك الشيالاش وبالنسبة هنا كيبقى كل واحد الخسير دياله اللي بغيت دير ربعة او لحتة ثلاثة راكافين يديره وبطبيعة الحالي لكنا غدن ديرو عرى ثلاثة ديالطبقات غدن نقسم المقادر غدن ديرو النصف ديال المقادر اللي قلت معاكم في الاول مصفين هنا كيبقى تشوفوا معايا درتون في هات الزلافات باش يجيوني يبقى عدين اخذت هنا ايه واحد المقلة اللي ديره تحت منها واحد الحديدة اللي كي نديرو عليها الطاجين هناك يبقى اللي ممتوفرش عنده را يمكن تديرو عرى مقلة من السحت اللي تكون شوية تهيه غليضة حيث هاد الكيكة ضغية كالطيب كامل الشهة خمسة دقيقة لها كتكون موجودة صافيك ان خدتها كتاخدش كل ديال المقلة اللي عندنا انا هنا اخذت واحد القفالة اللي درت عليها واحد سربيتة باش ما يتحشلين عليها هادك البخار وتسفزق لينا الكيكة جي مع الجنة صافينا هي غدا نقلبها صافينا هي كيف كتشوفوا معايا مني طابت لينا اقلبت علي الجيهة الاخرى تقريبا نجوش دقائق لها كتكون موجودة انتم ما كيف كتشوفوا معايا كيف كي يجي اللون ديالها انا هنبقى اغدارها هالطريقة سنكملهم ان شاء الله باش ما يجيش الفيديو طويل هنا كيف كتشوفوا معايا بعد ما طيبتم كيف كي يجي شكل ديالهم صافي خليتهم هنا تبردو اه صراحة انا كتجيني هالطورطة ديالة اللي كنصوبوها في المقلة صراحة كتجي زوينا وكتجي سالة في نفس الوقت وكنخدموها في نفس النهار انتم ما كيف كتشوفوا معايا انا اخليت هاد القطعة لغدا نقطعها شوية من الجناب باش كنت تقادلينها كاملة كتجينا مقادة انتم ما كيف كتشوفوها نبقى غدا على هالطريقة سنكملهم كاملين وبطبيعة الحال راه جنيبات اللي كي شي طولية روخة كي يبانو بحركة صغار راه مكرميهم شك نخليهم كندل بانو بحركة وشي تحلية او لاشي حاجة انا نتركين شاطلي يشوي الكريمة كيف هتشوفو معايا في الاخر ديال الفيديو كتبغيت نديرهم في تحلية ساعة جاتبنتي كتبت حاطاهم حداية تزليفة رقيت هكلاسهم كتبت لها صافي بصاحتك ماشي موش كيل ندي باني بدك الشيليكين وقديت بدك الشيليكين وكملت بيه باش مدعش لي الكريمة اللي شاطت صافي ها هو كيف كتشوفو معايا الشكل ديالهم كيف كي يجي هنايا غد ندوز الكريمة انا اختيت هنايا ثلاثة الكيسان ونصف ديال الكريمة السائلة زيت تحليهم تقريبا ميتين وخمسين جرام ديال الجبن ديال ماسكاربون وزيت معلقة ديال السقر غلاسي حيث انا عندي هاد الكريمة ما حلو واش وزيت معلقة ديال السقر غلاسي را كافياني صافي انا وريتكم داك الأوريو ولي شديتو حيت منو واحد الحبات على حساب الزين والاخرط هنصف لها شوار وغدا نديرو معا الكريمة صافي انا اختيت طبقة اللولة ديالنا ديال الكيك او الجينواز صار حركة كتجيب حالها تقريبا اللي درتها في هاد المول انا كناخد هاد المول عباش كتجيني طورة مقعدة اختيت هنا تقريبا واحد ثلاثة لمعالقة ديال الكريمة كنقعدها في هاد المول على هاد الشكل كنبقى غادع على هاد طريقة حتى كنقعدها كنقعدها انا اختيت شوية ديال الصالصة ديال الكراميل انا احيط الكريمة كيف بتليكم راها عندي ما حلواش ودرت عار مع القوحدة ديال السكر غلاسي حيث كتتعار فراسي غدا ندير هاد الصالصة ديال الكراميل اللي كتكون حلوة باش ما جينيش هاد طورة حلوة بزاف صراحة راه ما كتجيج حلوة بزاف كتجيزوينة ودرت واحدة شوية ديال الحبيبات ديال الشكلات تاهمة هنايا غدا نبقى غدا بنفس الطريقة تنكملهم غندير ديال الطبقة الثانية ديال الشكلات وغدا تينسقيها وغندير فيها الكريمة ودير لها هاد كرسوس ديال الكراميل مع الشكلات غدا نبقى غدا بنفس الطريقة تنكملها انا كان عتادر منكم صراحة لانني كت الفيديو صورته وكانت كيبالي يرا كيتصور والوقت اللي يجي تبغيت ندير ليه المونتاج لقيتوا بانه الصوت كيل والفيديو ما كيبانش واقف ما عرفتش مناش والله ما عرفت سمحوا لي على هاد العطب مرة اخرى ان شاء الله كنتمنى ما يتعاودش صافي هنا ان شاء الله رغض تشوفوني الاخر زين دياله كيف دير انا راه دو بسعة شوية ديال الشكلات ودرتوليها من الجناب بحش كليل دميعات كيف غتشوفوا معايا الموهم ان شاء الله ما نحقش يكون مراحل هناي كانت بقاتلي شوية ديال الكريمة اللي خليت هناي شوية ديال الفريز وقطعت سودة لي واحد المعرقة ديال السكر الساني دا ودرتوه بهالطريقة انا هنا يعطيتكم عارف فكرة باش هاد الكريمة مضيحش لينا صافي وغدا نزيل عليهم هناي واحد ثلاثة غندير فيهم واحد جوش طريفات ديال البانان وثلاثة اخرين غنزينهم بواحد شوية ديال الشوكولات اللي كان بقالية من الطرطة تاهية اللي كانت زينتها زينت بيها درت فيهم بحال هاكا قبقاها من الوسط وهدا هو شكل نهائي ديالنا ديال الطرطة كيف كتشوفو كيف كتجي صارحة كتجي رائعة وتزين ديالها راه ساهل انا راه سمحولي بزاف والله العديم الى صورت ولكن ما عرفتش المشكل مناش الفيديو ما بغتش ارجع ليه كنلقي عرص صوت ولكن الفيديو ما بينش فاش كتكن زين هنا الزين كيف كتشوفو معايا خليت شوية ديال الشوكولات الكحال اللي دوبتو ودرتو فوحد بلاستيكا ودرتو هنا يا من الجناب على شكل دميعات صافي ودو كل حبات اللي كانوا بقاولية ديال الأوريو قسمتو على جوج ودرتوه كفوق منها هاد الزين كيبقى كل واحده الاختيار يالو هنا يا انا عطيتكم معرفة فكرة كيفش زينتها وصافي هنا اقسمتها معاكم باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل طبقة كيف كتجي صارحة كتجي رائعة وساهلة في نفس الوقت نتمنى ان شاء الله يعجبكم هالفيديو وإلى عجبكم ما تنسونيش ملي لايك ديالكم ومالبارتاج وشكرا لكم بزيف والسلام عليكم